فروحية نسمع هذه الغنية اللي سمعتوها معنا على غاديومايد أهلا وسهلا مرحبا بالنس لكل يخلطت علينا توافي ساعتنا الثانية من أجوغا معكم نحن حتى للخمسة امتال عشية نعود نذكركم في موضوعنا لليوم نحكيه على التحذيرات لشهر رمضان لفظيل إن شاء الله يارب كل عام متو محيين بألف خير بطبيعة بين البرح واليوم قديش تبدل التونسي في تحذيره لشهر رمضان قديش تبدلت الاستعدادات العادات التقاليد برشا حاجات تبدل تاكيد بيش نحكيه في الموضوع هذا معنا الأستاذ الجميعي في التاريخ سي أنور مرزوق يا عسلي ممسو أنور شاحمي لك بي سلمك عيشك مرحبا بيك معنا عفاقا جوميت عيشك وبيك أكثر مرحبا يا عيشك دونك خلينا الساعة قولوا للناس اللي يسمعوا فينا سي أنور إن شاء الله بش يكونوا معنا في رمضان كل يوم إن شاء الله حكاية رمضان أي إن شاء الله كل يوم بيش نحكيه وحكيه كل يوم حكيه 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 رمضان إن شاء الله دونك في رمضان إن شاء الله بختيغ من الخمسة من ساعة عشرية تكونوا معنا وكل يوم نكتشفوا حكيه من حكيه رمضان سينا خلينا توا في الاستعدادات شهر رمضان مزالت أيامات تفصلنا على شهر رمضان المبارك بين البرح واليوم قديش تبدلت العادات وتقاليد أستاذ قبل كيف شكين والعباد يحضروا لشهر رمضان أهم استعداد لشهر رمضان هو الاستعداد النفسي نفسانية ما كتعرف رمضان هو يعني سيموت دو في جديد معنا مط حيات وانا سق حيات سيموت دو في يغيد دو في يحضروا معنا نفسانيا لشهر دي هذا هو شهر التطهر من كل ما هو كلام بذي من كل ما هو أكل يعني من الطخمة يعني الاستعداد الروحاني في الجانب الروحاني كان مهم جدا هذا أهم حاجة الاستعداد الذهني والنفسي لاستقبال الشهر الذين دو في الناس كل يعرفون أنه رمضان يدخلوا فينا سق حياة جديدة نمط السيليك جديد يركزوا على كل ما هو روحاني دون كل ما هو استعداد ذاني مثلاً في الديار مثلاً كانت في مظاهرة وانينا صغيرة نتفكر الناس كنت بيض إذا ما بيضوش عندهم اللي يعني كان يهد قال لي ما يبيض مش الدار كل يبيض أو مو الواجهة فساء معناها كانوا يبيضوك يجيرو مذاء يبيضو شهر طهارة بامتياز طهارة بكل شي معدل شهر تطهر لو العفة يعني بامتياز شهر رضا دون الناس اللي باس عليهم دو فما شكون يبدل زاداً للمعهون تعلق للكوشينا ولي ما عندوش إمكانيات ما اللي شي يعمل يقزروا يهزوا فما الأحياء في كل في قروة فينا في المدن الكبرى كل فما يهزوا للاقسادري معدل يقزر يقوموا يقزروا معناها يرضوها كينا ترجع جديدة فما يبدلوا قطة كريمة يبدل المعهون كل وفما يهزوا للاقسادري معهون معهون متاحهم الجوامع الجوامع يعني معاش يقتصروا على الحصر يخرجوا للحصر جدد يخرجوا الزراب يتخباوا عام كامل يخرجوا في شهر ربضاء مثلاً في المساجد معانا تستعدادات لكل جوانب معانا تفهمها هي لما لما تلعيلة الكبير معانا يلمع لما عيلته معانا تستطيع ضوك فما استعداد روحاني معانا في كل شي في كل شي معانا تبدأ لأس لكل مساعدة نفسيا ليلة رمضان زيدا قبل أستاذ كانت عندها نكهة خاصة برشا معانا هاويلة رمضان ليلة رمضان ليلة اللي بيش يقول لنا المفتي عويل من رؤية الهيلال من رؤية الهيلال وكتعرف يمشيوا الأي أمه كبار في البلاد ويزوا معهم مش قنابل الثوقات واذا مش خاصوا له اليوم إن شاء الله في رمضان حصة بشوفوا كيفاش كانت تتصير هالعمالية دقيقة يمشيوا فيها يخرجوا الأي أمه بتاع الجمهورية التونسية كل ويخرجوا معهم الثوقات تتسمينوا الثوقات هذوم اللي جاند كانوا في الفيانس بعد ذلك كانوا يستثيقوا فيهم بش يعانوا على رؤية الهيلال بعد يضربوا المدفع المدفع مغرومة بيه أي المدفع مغرومة بيه دوق إن ولي يشوفوا رؤية الهيلال ويضرب المدفع ويقول أهلال على حلول شهر رمضان المبارك أي والناس تبدأ تجارها والعائلات ملمومة كما قلت أنت حتى العائلة الكبيرة ساعة تبقاها ملمومة وتستنى فكالمفتي بش يقول رمضان غضوة ولا بعض غضوة تبدا هي مستعدة ديجا شهر تألف كان شهر الرحمة شهر اللمت العائلة اللمت الكبير اللمت الصغار حتى حد بيقعد وحده الناس كل ملمومة حتى اللي يعرفوه كان معتا يبدأ وحده في الدار يستدعو العائلة بتاعه يجيو قلون ويجا عني بحضانة رمضان معتا شهر تألف ولا والتعاون ولا التأخي معتا بيأتم معنا كلمة معتا لمت العائلة بالحق في رمضان ما كيفاش دونك هي معروفة على التوانسة العرب مسلمية بصيفة عامة معتا يعيشوا الحدث بيأتم معنا كلمة يعني هذا هذا اللي حابيت أنه الجانب الروحاني والجانب الزهني عنده قيمة كبيرة سيدة فوندامونتو ذوما اللي فوندامونتو سميه الركائز بتاع شهر شهر رمضان معنا هذوما حاجات السي سي اللي لزبها تكون موجودة في شهر رمضان ويقعدوا يحضروا لهم بالبرشة معنا أي اليوم شو متبدل أستاذ قد يش بدلت الدنيا على قبل والله تبدل مكتعرف نحن طو في معتا كونتكست جديد عنا ثقافة جديدة الثقافة الجيلية هذه الجيل الجديد معتا عنده نظرة الرمضان وعنده عايش طو سخنابين لمودي العولة ماذا يجينا في إطار العولة والإشهار والعلاقة بالاستهلاك والعلاقة معتا سخنابين معتا الأسواق للسوق الأسواق والأذواق وليت تلافز مع الأشهار ومع الشركات اللي تفنوا في رمضان في وكل شيء وليت سخناب التركيز وليت التركيز كلي وتام على الجانب السلاكي وليت شهر الطخمة بامتياز ما قولكش بعدنا على كل ما هو روحاني هذاك سيف هندامونت هذاك كما قلت ركيزة أساسية لكن ولي الركز أكثر اليوم على الجانب السلاك الحظر روحنا الرمضان بالجانب يعني قضية رمضان قضية رمضان اليوم قضية رمضان على الشهر تتهر تتهر حتى من الأمراض تعرف شهر رمضان سيام يامن سيبروفي صوموا تصحهم بالضبط صوموا تصحهم ناحية الأمراض كل حتى الأمراض اللطف الأمراض سرطانية كل سيبروفي حتى بارليميتسا فرنسية كل يقضى لها الصو الصو عنده فوائد صحية كبيرة 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 طول العكس ولا العكس ولا معت الشهر التركيز كل على الجانب إسهلك ثقافة جيلية جديدة مع ثقافة الفيسموك يعني نصور طيب نهبط علي غير سوسيو هذا شخص من الثقافة الجيلية جديدة قريب أكثر من الفيسموك أكثر من ما هو روحاني ما هو يعني ديني وروحاني شهر تعبد الباطني معنيها شهر التعاب الباطي معدها لدي عبي كرش مرك هلو سير قعد خيار بالعكس معدها العائلة اللما والماكلة والتفنن في الأكل والتفنن في الأكل ومع خاصة مع العول العول معدها طوال تتلافز ويعدي والشركات الضوما الشركات الغذائية يتفنون يا غرط البوزة طو تشوف واللي دا حاجات يعني هو شهر استهلاك رمضان حبيت نحكي لك ع العائلة الكبيرة قبالك كانت تلمش رمضان وتقعد واللي ما عندوش يعاية ما عندوش والناس الكل تعاون بعضها طو وليت ناس الكل تخدم مزروبة تروح من الخدمة طيب العشا متاح فيسا اللي ملمومين بشي تعال الشي وفيسا فيسا وكهو معني فما سرعة الدنيا تجري ولا تكشف تحستها هكا ولي العائلة فما تشط شوية العائلة تفك شوية رمضان ما نقومش فيقد النكهة متاع ولكن التقربة والتألف والتأذن للأفراد العائلة نقص نقص أخوه معادي ستونس وتسكون بعيد واحد في تونس لا فيسفاق معادي معادي شي يقرب العائلة كي مقبل وكتعرف الشار متاع رمضان نكه رمضان هو في لمة العائلة حول مائة الفطار طول حتى فشوية رع أستاذ زيد فما بلايس محافظة على العادات متاحها وكيتمشي لها تحس رمضان وتحس فما النكهة متاع رمضان وفما أماكن أخرى معناها شخطوف المدن نحكي وهوني معناها ما ما متحسش رايحة رايحة رمضان رايحة مجدة فما ملايس سيفري أستاذ يبقى أنت وكي ما قلت لك مثلا في المدن مدن كبرى قال تنقص شوية فتنت الأرياف قاعدين تلموا أكثر بحكم القرن من فرد العائلة في المدن قادت تقلص للمة هذه ساعات كوبل وحده يعيش فتر وحده فد طو سنت وسنا مع الظروف هذية الخاصة ينعيش صعبة برشة للمة العائلة هذه قال لكم رمضان سيسا هذي نقصة رمضان وريحة رمضان وجو رمضان هو هذا في التقالف وتعايش ولا تقرب بين أفراد العائلة حكينا على الموسم قبل رمضان معروف بالموسم بالموسم ليلة نص وليلة 27 أقبل كانت العبيد معنيها ليلة الموسم تحضر ميك تستدعى لنساب لأحباب لأصحاب بحضيها معنيها العوام لأخراق قاعد ينشوفو الموسم ولا يتعد معنيها كان خلطنا عمانا كوسكسي خلطنا عمانا كوسكسي ما كانش تتعدى ليلة كيمال يليل صحيح هذي كهي التقوص كيفش كانت الموسم قبل الموسم تعرف عليش يقول يسميه موسم لأنه شهر مقدس شهر رمضان المعظم وشهر مقدس والمقدس يعبر عليه بكلمة موسم شمعته موسم موسم يعني سكيكشور دوساكخي دوق يستغلوا الفرصة العباد في الموسم في الموسم في الشهر المقدس شهر رمضان المعظم باش يذيفوا للجانب الدين يجالب الاحتفالي ما كان شو الكل الجانب الاحتفالي لكن يستغلوا المناسبة شهر رمضان الليل باش يقول لك حفلوها الطهور ها تقول نجب دوعا الطهور إن شاء الله في رمضان ها يعمل نعمل ومحصها بيوخداش الطهور وعليش يقولوا طهور والاخيتان وفي الحقيقة الخيتان كلمة الطهور راي تشوفوا غاب دهيا نخليوها نشاء الله الخطوبات الخطوبة تصير ليلة سبعة وشرين ها تعرف يختاروا ليلة مع تل تابعنا القداسة وتابعنا هذا يلا هوش معت الجانب الروحاني نعيشوه تم معنا كلمة جانب الروحاني معت نعيشو شهر رمضان بليل سبعة وشرين بليل تنصف كذا يعني كل ما هو مقدس يعني نعملو الطقوس متاعو الطقوس دينية طقوس بعد اجتماعية نزيدو مع التدين معت هال الرسمي لأقول يجي أوفيسيال فما سكونا بالتدين الشعبي شو تدين الشعبي مهوش يمشيو براليل مع التدين مع الصوم والصلاة والتراويح هذك سكونا بال يعني التدين الرسمي الدينة دينة الرسمي معت نطق وليجي أوفيسيال ثم طقوس الدينية الرسمية الرسمية ثم التقوس اخر سكونا بال التقوس الشعبية والتدين الشعبي التدين شعبي نظيف محت نستغلو رمضان باش نعملو الاحتفالات هذية متاع الطور والسلامية مناسبة دينية باش الخطمة باش بارك بيها ربي يقول لك اللي يعمل خطومة لين 27 فهمتوا الكادوات مابين لكوب نقرب حتى فهمتوا يستغلوا مناسبة لكي ما قلت لك للتألف وللتأزل وللتأقارب وباشي هل بي بوردورية شعر معت هل العلاخات هل هو هو أستاذ معناها احنا نحبوه رمضان عنده القوم متاع ونحبوها عنده نكه متاعو والناس اللي كي تحب رمضان وتحبك الشهرة ذيك تبدل فيه برش حاجات لكن عم نيولو السنة كي ما نعرفو بحكم الكورونا زيدة فهمة فهمة ظروف تحكم في الانسان معناها السنة العائلة الكبيرة متنا جامش تتلم مالو غزمان حتى كي تخرج تقدي لازمك تحترم البروتوكول الصحي برش حاجات دونك نضحيو زيد السنة الناس الكل بش عما جاي إن شاء الله ترجعك النكهة اللي بيها الرمضان إن شاء الله يتعدى بصاحة تبدن إن شاء الله ساعة كل عام وكل الشعب التوصي بخير أمين يا رب واستمعينا بصفة خاصة وكل الشعب توصي إن شاء الله بخير إن شاء الله تتعدى هالقافة دي على خير إن شاء الله مكتر تتعدى العالم والعالم كل يعيش طبعا نفس النفس من آفة ما نشو حدنا دا ويلزم صحة نبدن نقبل كل شي طبعا واحد زيد يلزم هتاكر كل ساعات معت تهذرهم العبات كيف معت فما قلق شوية من أصحاب مقاي وناس أصحاب المطاعم وإحنا زيد بش ناكل فما يلزم شوية هكا وشوية هكا صحة والصحة زيد أمين جايحة عالمية وفي العالم ربي يسترنا وربي يحمينا وإن شاء الله كما قلنا معناها عم جاي رمضان يتعدى في ظروف خير ملي بيشتتعدى السنة وربي يبعد علينا الجايحة وإن شاء الله في رمضان تكون بحضينا كل يوم وكل يوم نحكي وفي حكاية جديدة نورتنا وشرفتنا ومرحبا بيكم معنا على غادي يومي عيشك برك الله فيك شكرا جزيلا يا عيشك احنا راجعين معكم ما بعد شوية في أغغام كاملين بالموزيكا مرحبا بيكم من نسلي كل